قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأننا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأننا كنا نقعد منها مقاعدا للسماء فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأننا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأننا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأننا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأننا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربي فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربي يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما خام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أسلك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعرض الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رشدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا ترجمة نانسي قنقر